عايزي الروح دي بعد بكرة مع البايرن لأن مطش البايرن هو المطش الروح وخلوا بالحضراتكم أنا تاني بقول بنتواضع بمنتهى التواضع لو هيفوزوا بيفوزوا مش كتير يعني لأن يوم هنه هطلع معاكو ساعة قبل المطش وبعدين هنعيد الحلقة وكمل معاكو بعد المطش ان شاء الله بس ربنا اصطرها وما كاملش معاكو ودين يا تبقى ايه يعني صعبة علينا يعني قد يكون المعجزة يا رب قد تحتس يا رب يا رب يا رب بنقول يا رب لأن احنا عملناها بالمناسبة في ديسمبر 77 وكان الكابتن بيبو سجل هدف التاني وفوزنا عليهم اتنين واحد مطش ودي بس فوزنا عباير ميونخ عام 77 شريف عبد منعم ومحمود الخطيب يعني الموضوع بالنسبة لنا ايه فنلعب كده آه نازل ألعب ألعب بكل ارتياح وانا ما عنديش قلق انا الاهلي ما عنديش قلق ما عنديش بالمناسب ما عنديش ضغط خالص نهائي مين هو هو يعني لوانا اتغلب طبيعي انه بلعب واحد من افضل انديات العالم وبطل اوروبا الذي اكتسح برشلونة مش هدف ولا اتنين ولا تمانية اتنين وبالتالي انه طبيعي اهو يا السلام الاهلي يا فوز على بيرمونخ اتنين واحد قدم نهارة الارضنقوة استعقل فوز على بطل اوروبا وكان بطل اوروبا ثلاث سنين اهو ربع يعني فوزنا على بيرمونخ مش لسه يعني عملناها قبل كده وممكن نعملها وليه لا دي كورة يا جماعة انه ربك يكرم كده بكورة حسين مروان اه يعني بوالية اللي سجل جون والحكم لغاه حكم ما عرفش جاب منين اللي بتاع ده ما فيش نص سنطي نص سنطي ماينفعش يعني حكم جون صحية فغلبناهم قبل كده وارد جدا مايخاوفنيش يعني انا شخصيا انا عايز متعة في المباراة بس عايز مباراة ممتعة يعني ورب وبقول هسو دي كورة قدم يا جماعة احنا تعادلنا مع هولندا في كاس العالم تسعين واحد واحد في ظل هولندا المرشع لكاس العالم هولندا تعادلنا معها واحد واحد وربنا اتكرمنا في ايه يعني المشكلة فوزنا على ايطاليا في جنوب افريقيا مع المعلم حسن شحاته بيجون حمص كابتن حمص فوزنا على ايطاليا ايطاليا القوية بطلة العالم فوزنا عليها ربنا اتكرمنا عملنا مع البرازين واحد من افضل مطشطنا اربعة تلاتة اتغلبنا بهدف استروبي يعني ضايع يعني مع البرازين منتخب العالم بطل العالم في ايه ربنا اتكرمنا ما ايه كده مسألا يعني اي حاجة تيجي حاجة كده يعني هقول لكم يعني عارف وصلوا من ساعتين قطر طيرتهم تعطلت سبع ساعات فكروه بايتوبيس ازا مالك او الله فين لتوبيس وما وصلش وصل لتوبيس فين ما وصلش لتوبيس فين الطيارة طلعت ما طلعانش الطيارة اعتدحك عالخبر النهاردة فين الطيارة هلك متعطلة ليه متعطلة قصوا الجو عندهم والبتالج والبتاع واخروهم وقص الظروف وصلوا الحمد لله بالسلام والحمد لله على سلامتهم وزي ان بقول كده هي مباراة للتاريخ الخلاصة مباراة للتاريخ كل لعب من نادي الأهلي يلعب هذه المباراة مباراة للتاريخ ممكن بيرون مونخ نقابله تاني ما نقابلهش يعني فبنسبة لك تاريخ انك بتلعب بطل أوروبا نهاردة وانت بطل القرى الافريقية وانت كمان من شوية انت بطل واخد تسع ألقاب وتالت عالم قبل كده وبالمناسبة يعني احنا نلعب على تالت وربع عالم يعني اخرنا ايه احنا خلاص في المربع الزهبي احنا الاهلي فهم مربع الزهبي يا نلعب اول وطاني او حنلعب على ثالت وربع وو وو نفس الحكايه ان انا بالعب على ثالت العالم ايه المشكلة واخد ميداليا أقلها رابع اقلها لو انا لقدر الله اتغلبت يعني في المطشن اللي جاي مثلا يعني ولكن زي ان بقول كده الاهلي بكل روح انه النهاردة يعني لازم يركز بشكل قوي جدا ما ينفعش يلعب زي ملاعب الشوت تاني امام الدحيل مش عشان الدحيل قوي الدحيل مش قوي وفريق تعبان رغم انهم دفعوا عشرات الماليين من الدولارات عشان يتعقدوا مع العيبة عشان قال هياخدوا حاجة مش هياخدوا حاجة وما يعملوا حاجة ولا لهم اي تاع ولا بيعرفوا لعب كرة خالص خالص دي ناس بيدوروا على الكرة رايحة فين والكرة لهم ايه ما يعرفوش لعب كرة اساسا وبالدليل شطل اولاني الاهلي كان ممكن شطل اولاني خلص ثلاثة ثلاثة صفر شطل اولاني ونستريح جات لفرص تخلص ثلاثة الاهلي دي حيل ضايع ووقع وخايف من الاهلي ومعز علي ده الرجلي اعمال خبطوا بعضها اشتركوا في القناة